الله الرحمن الرحيم إن شاء الله سنبدأ بالدرس الأول من الفصل الثاني للحادي عشر حركات التحرر الوطني مفهومها إذن سنفوت في الفصل الدراسي الثاني للحادي عشر وعندنا المقدمة المقدمة سننقطها على شكل نقاط وظهور الاستعمار ظهور الاستعمار رافقوا حركات تحرر يعني مجرد ما الدولة تقع تحت الاستعمار أو المنطقة تقع تحت الاستعمار يظهر معها حركات تحرر حركات التحرر تستخدم كل أشكال المقاومة سواء كانت مقاومة سلمية أو سواء كانت مقاومة مسلحة النقطة الثانية اثنين اللي هو تزايدت نشاط الحركات هذه بعد الحرب العالمية الثانية إذن حركات التحرر اللي نتجت نتيجة الاستعمار أو ظهرت نتيجة الاستعمار تزايدت بعد الحرب العالمية الثانية حتى تمكنت هذه الدول من الاستقلال هذه نقطة نين إذن حركات الاستعمار ظهر معها حركات تحرر استخدمت مقاومة سلمية أو مسلحة حركات التحرر استمرت وزادت بعد الحرب العالمية الثانية حتى الاستقلال ولكن هل الدول الاستعمارية تركتها على حالها؟ لا لكن الدول الاستعمارية استمرت في فرض عيمنتها على الشعوب بحجة حماية مصالحها فابتكرت أساليب جديدة هذا اللي حنتعرف عليه خلال دراستنا للفصل الثاني إذن حركات التحرر ظهرت مع الاستعمار نالت على الاستقلال بعد الحرب العالمية لكن الدول الاستعمارية لم تتركها واستمرت في ابتكار أساليب جديدة الآن نأتي لصفحة خمسة ونشوف عنا مفهوم حركات التحرر وزاي ما احنا شايفين هاي معانا في الهند في منطقة كوبا في منطقة فلسطين ونشوف ما المقصود بي اللي هو حركات التحرر هي عبارة عن تنظيمات جماهيرية هي عبارة عن تنظيمات جماهيرية هذه التنظيمات فكرية وسياسية هذه التنظيمات الجماهيرية رافضة للاستعمار تمارس كل أنواع المقاومة السلمية والعسكرية يعني مسلحة من أجل التحرر وبناء الدولة وتحقيق السيادة إذن المقصود بحركات التحرر هي تنظيمات جماهيرية تتخذ طابع فكري وطابع سياسي ترفض الاستعمار رافضة للاستعمار تمارس مقاومة سلمية ومقاومة مسلحة بهدف اللي هو تحرير التحرر وبناء الدولة وتحقيق السيادة هذا المقصود في حركات التحرر نتعرف على المقصود بالمقاومة ماذا تعني مقاومة؟ إحنا بنحكي تمارس مقاومة ماذا تعني مقاومة؟ نتعرف المقاومة هاي المقاومة إلها تعريف ما هي المقاومة؟ هي عبارة عن أنشطة وفعاليات وعمليات من الذي يقوم بها عناصر وطنية ضد الاستعمار حركات التحرر ضد الاستعمار تكون في إطار منظم أو مبادرات خاصة يعني فئة معينة من نفسها سواء كانت هذه المقاومة فوق الوطن أو خارجه إذن انعيد الفقرة مرة تانية ما المقصود بالمقاومة؟ هي عبارة عن أنشطة وفعاليات وعمليات التلاتة تقوم بها عناصر وطنية ضد الاستعمار تمام في إطار منظم يعني جماعة منظمة حزب أو مبادرات خاصة ممكن تكون عفوية وتكون يا إما فوق الوطن يا إما خارج الوطن في عنا نوع من المقاومة المسلحة وهي حركة عنف تستخدم ضد الاحتلال أو النظام المستبد تستخدم السلاح إذن من اسمها مسلحة تستخدم السلاح الآن حنستنتج العلاقة ما بين اللي هو حركات التحرر وما بين المقاومة ما العلاقة بين حركات التحرر والمقاومة المقاومة ارتبطت بحركات التحرر يعني من حد ما نسمع كلمة مقاومة إذن في حركات تحرر هاي نقطة النقطة التانية حق تقرير المصير لن يحصل إلا بوجود الاستعمار طبعا إحنا دولة محتلة بدنا حق تقرير المصير بناخده من مين؟ من الاستعمار إذن حق تقرير المصير لا يعلن يحصل لولا وجود حاجة اسمها استعمار في هذه البلد النقطة المهمة والأساسية إنه الاستعمار هو الفعل الاستعمار هو الفعل أجحت للبلد الفعل المقاومة هي ردة الفعل صار في عندنا فعل وردة فعل الاستعمار هو الفعل الاستعمار هو الفعل والمقاومة أو حركة التحرر هي ردة الفعل المقاومة ينتج عنها حركات تحرر وهي تنظيمات تعتمد عليها الشعوب في الحصول على الاستقلال إذن العلاقة بين حركة التحرر والمقاومة المقاومة هي حركات التحرر وحركات التحرر تحصل أو تأتي للحصول على اللي هو حق تقرير المصير كمان مرة المقاومة هي حركات التحرر حركات التحرر اللي هي تريد الحصول على تقرير المصير تقرير المصير يرتبط بوجود الاستعمار إذن الفعل هو الاستعمار ردة الفعل هي المقاومة أو حركات التحرر من هانا أجت العلاقة ما بين اللي هو المقاومة ما بين حركات التحرر أو المقاومة وما بين الاستعمار هذه هي العلاقة ما بينهم نشوف عنا خصائص حركات التحرر الوطني وهي تنوع الأساليب وحدة السبب الاعتماد على مبادئ عالمية هو عالمية ومبادئها كمثلا حقوق معينة من هيئة الأمم من الجمعية العامة حركات شعبية ووحدة الهدف لا بد من وجود هذه الخصائص في كل أنواع حركات التحرر خاصة أيها السبب